بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى لكي يشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر المتابعين لقدام الجداد والناس للتحقوب هذه القناة إن شاء الله تكونوا مزينين تكونوا غاية تكونوا ملح ربي يحفظكم وينجيكم يا رب اليوم معنا واحد الوصفة دائما الناس تديرها في بيوتهم سهلة مهلة وصفة رائعة لطرد الناس اللي عندهم مشاكل الناس اللي عندهم مشاكل دي النحس الناحس يجي من القرين الناس الناس اللي عندهم قرين السوء قرين دخلهم على طريق العين أو الحسد أو السحر المرشوش هو اللي تدير لك النحس في الخطوات ديالك في كل شيء لأن الخطوات ديالك تمسوا بالسحر المرشوش إذن السحر المرشوش هو هو السحر النحس السحر اللي تديروه لك باش تنحسي لف مالك لف أولادك لف رزقك لف أي حاجة لأن النحس تيجيك من السحر المخطة ولكن البنت عندها عقوسات الولد عنده عقوسات عندها عقوسات لف العمل تدير عمل البيت تدير مسمن تتبيع وتشري عندها كل شيء واقف وكل شيء معكس لأن الناس عندهم محن محن في كل الأمور إذن عندنا واحد الوصفة خاصة بالناس اللي عندهم هاد المشاكل ولكن هاد الوصفة تديرها لكمك تديرها لراسك تديرها لولدك تديرها ولكن ولدك بعيد بعيد عليك تديرها بالنية فقط بالنية أبلغوا من العمل إذن عندنا جزء وصفات غادي نعطيهم لك لطرد النحس لطرد النحس بالنية تديرهم في النهار واحد وحدة تعومي بها ووحدة غادي تبخر عليها إن شاء الله وغادي تشمي غير ريحة ديالها بتعطيك واحد طاقة إيجابية إذن عندنا ليمونة بحال هادي غادي نقطعها على ربعة بعد ما ندوزها على الجسد ديالي ندوزها على الجسد ديالي وغادي نقطعها على ربعة وندير معاها ربعات المعالق ديال الملحة معالقة ديال السدر مطحون وغادي نضيف لها ماء ساخن ماء ساخن ونخليها ثلاثة سويع تقريبا ترقد في هدك أوراق السدر مع الملحة مع الحامض وغادي ندخل ندخل الدوش ونغتاسل بهاد بهاد الحامض والملحة أوراق السدر مطحونين بالنية ديال الطرد النحس الطرد النحس اللي وقف لي في سعدي في حالتي في المال في كل شي غادي نكون ندوز وانا سنفكر هاد شي وتنقول في خاطري رميت 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 العكس رميت الطاقة السلبية رميت الحويج اللي مانعيني يرميت وانا سنعوم بهاد الحامض الليمون مع مع ربحات المعالق ديال الملحة مع جوج معالق ديال أوراق السدر مطحونين اذا مطحونين هما عند العطار هما عند العطار غادي تاخدوهم بعد غادي تخسمهم على ربعة هادوك ربعات المرصوات هتبقى يتدوزهم على الجسد ديالي كنتي تتذكر النحس اللي عندك مبعد من تخرجي من الدوش غادي تنشفي روحك وغادي تقلسي وتفائلي خير غادي تصلي جوج ركعات لله تصلي ان شاء الله جوج ركعات لله وغادي تذكري حاجتك تقول يا ربي سخر لي يا فاضل أمر سخر لي يا فاضل أمر وغادي تقرأي صورة الواقعة ربعات المرات على الماء تقرأيهم على الماء وغادي تشربي هدك الماء وتنفلي به كل يوم في الليل دوزي على الجسد ديالك باش يطرد لك النحس غادي تسبحي بواحد وخمسين مرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وغادي تصلي على سيد الخلق واحد وخمسين مرة وغادي تقرأي وألقيت وعليك محبة مني وألقيت وعليك محبة مني أي واحد شافك غادي تكون عندك محبة وقبول ويكون عندك كل شي الأمور ديالك إذن حبابي هذه الوصفة اللولة اللي أعطيتكم خطيرة خطيرة جدا حاولوا غير تديروها بيقين أما الوصفة الثانية هي وصفة عبارة على السنوج مع العسل والريحة غادي تبيتي أحد راسك بعد ما تدوزها على الجسد ديالك كامل بدون قراءة ولكن تقولي بغيت نحيد النحس بغيت نحيد النحس بغيت نحيد النحس بغيت نحيد بغيت نطرد النحس بغيت نطرد النحس بأي لغة قلتها أو بغيت نزول النحس إذن غادي تدوزها على الجسد ديالك من بعد غادي تدهنيها بالعسل غادي تدهنيها بالعسل وغادي إن شاء الله بحول الله وقواتي النية ديالكم حسنة والنية تكون زوينة إذن غادي تدوزها على الجسد ديالك وانتي تقولي بغيت نزول النحس. غادي تحطي حدا راسك ليلة كاملة. بعد صباح رباح غادي تدهنيها بشوية العسل. بشوية العسل يكون حر او ما يكونش حر عادي جدا. وغادي تاخدي السنوش. حلكة. تاخدي السنوش. بعد ما ترشيها آآ ترشيها بالريحة. ترشيها بالريحة. عندما الريحة اي ريحة عندكم. وغادي ان شاء الله بحول الله تاخدي ديري لها بحلاكة. بحلاكة تمرن ديها هاي بالعسل شو? وغادي تعمريها بزيان بالسنوش. بحلاك. بحالك تعمريها بالسنوش. بالنية الناكيب غادي تردي النحس. اذا احبابي غادي غادي نديوها فوق البوطة. وغادي نوريكم كيفاش غادي تديروا لها. غادي ان شاء الله تحط فوق البوطة. تحطوها فوق البوطة. على اساس انها غادي بحول الله وقواته. غادي تبقى اه حتى تولي لونها غادي الاسود. كل شي غايتحرق فوق البوطة. غادي تهزي. تديريها في بلاستيكة بيضة. وغادي توطي عليها بقدمك. اه بقدمك ليمن. وانتي تقولي. طرت النحس والزيت الساد. طرت النحس والزيت الساد. طرت النحس والزيت الساد. بحالكة. هتوطي عليها بالقدم ديالك بحالكة. والنحس والزيت الساد. عفست عليها النحس والزيت الساد. بحالكة. غادي توطي عليها بعد ما ويتكون سخونة ولكن غدديرها في بلاستيكا غدديرها في بلاستيكا بيضاء بعد غد تهزيها وغد تلوحيها في مكان عاشب غد تلوحيها في مكان عاشب لان هذا المكان العاشب اه هي اصلا ما تبقاش تبا لان اللون دي انها ما تولي رطبة بعد ما في استعلها غدت تضغط كل شي غدت تضغط هذه النحس وغدي اديها المكان بعيد عن المنزل ديالكم اذا نبقوا معايا غدي اديها البطاء وغدي ان شاء الله تشوفوا كيفاش غدي ندير لها اذا احبابي غدي ان شاء الله نشو الكوزينة احنا نمشيت الكوزينة حطيتهم اه ان شاء الله كيني نجوج وحدة ديال شخص معايا ووحدة ديالي ولكن اه ان شاء الله بحول الله وقوته الناس اللي بغين يطردوا سحر النحس سحر النحس ما يخليك ديري حتى حاجة سحر النحس تيخسر لك وجهك فيما مشيت تكوني غير مقبولة الخطوات ديالك تيكونوا ما غاديش تفرحي وتسعدي في تلف بلاسة لانكي عندك واحد طاقة سلبية ديالنحس شوفوا اه هاد الحامضات غدي تحرقو حتى يوليو اه اللون ديالهم قريب البني غادي ان شاء الله رفعوهم وغادي نوريكم كي باش غادي تديرو اليوم اذا خاصهم يتحرقو مزيان بحالك خاصة تحرق حتى تولي قريبا الرماد يولي اللون ديالها اسود اذا الى تحرقات عارفي بانكي الناحس ديالك تحرق بالكامل اذا خليها حتى تولي كلها اذا بغيتي اه تهزيها حاولي انكي تكون سخونة تقدري تكوني لابس الحداء ديالك وتوطعي عليها لانا اه الوقت اللي غادي توطعي عليها سخونة غادي تقدر تحرقك اذا غادي نحطوها بلاستيكا بيضا عادة رجلين يمنى وانا تنوطع هذيك الحامضة تنوطع عليها بشكل قوي اه اذا تقاشر او اه لا بد تدري حداء ديالك هذي اه الوقت اللي درنا اه درناها بلا حداء غادي تحرقك شوية لانا تكون سخونة اذا خاصة توليها كمعوسة وتقولي رمية العكس والزيت السعد رمية العكس والزيت السعد اذا احبابي لعجباتكم الوصفة لابد تخليوا لي لايك وتدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا الناس اللي اه بغين يحيدوا النحس او السحر النحس اللي عندهم في حياتهم غادي يديروا هذي الوصفة ان شاء الله تكون معكم بسلام والسلام